لا يتسنى للدعية أبدا أن يغادر الحديث عن جل مصادر دعوته وقد وقفنا بك عزيزي الطالب على مصدرين أساسيين من أهم مصادرها وهو المصدر القرآني والمصدر النبوي والآن يطيب لنا أن نقف بك في الوحدة الثالثة من مصادر الدعوة وخصائصها على هذا الدرس الثالث الذي يتناول السيرة النبوية المطهرة إن السيرة النبوية تختلف عن السنة بمعنى أننا وإن كنا قد بينا في السنة النبوية العاطرة أنها قول النبي وأفعاله وتقريراته هنا نشير إلى أمور جديدة تضاف إلى مفهوم السنة فالسنة النبوية هي المصدر الثاني والسيرة النبوية هي الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أشمل في واقعها وتعد مصدرا أساسيا من مصادر الدعوة بعد الكتاب والسنة وإن كانت في حقيقتها ترجع إلى الكتاب والسنة لأنها في واقع أمرها تطبيق عملي لحالتيهما ومن هنا واجب علينا أن نقف بك عزيز الطالب على عناصر هذا الدرس المتمثلة في تعريف السنة نقف ما المقصود بالسنة وما العلاقة بينها وبين السيرة وغيرها أيضا العنصر الثاني نقف بك فيه على أهمية الدعوة إذ إن أهمية السيرة النبوية العطرة هي أهمية في الدعوة أو لا يمكن للدعوة أن تكون لها أهمية ما لم تستند إلى هذه السيرة النبوية العطرة كذلك نختم بك الدرس على بيان خصائص السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليمات أما عن مفهوم السيرة النبوية العطرة فالسيرة من حيث اللغة هي الطريقة كما أن السنة طريقة فكذلك السيرة طريقة وهي في هذا الجانب لا تختلف أبدا عن مفهوم السنة إنما الطريقة هي ما كان عليه النبي قولا وعملا وسلوكا والسلوك هي السيرة أو هو السيرة أما القول والاعتقاد فهو ما نطلق عليه السنة أما السيرة النبوية من حيث اصطلاحها فهي التاريخ يعني مجمل الأحداث التي مرت أو مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه أو مر بها في حياته مثلا مثل ما يسمى بعام الحزن مرحلة من مراحل الدعوة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى عام الحزن الذي توفيت فيه زوجته وتوفي فيه عمه وقد كان من أهم المدعمات للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مرحلة تمثل أخطر مراحل الدعوة على الإطلاق وهي المرحلة المكية تاريخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان طريقته فيها هذا ما نسميه بالسيرة النبوية العطرة إذن السيرة لغة هي الطريقة واصطلاحا التاريخ الذي يشتمل على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فيها فهي بذلك أشمل من السنة كما ترى عزيزي الطالب هذا عن التعريف فماذا عن خصائص أو أهمية السيرة النبوية العطرة إن السيرة النبوية العطرة لها من الأهمية ما لها لماذا؟ لأنك يكفي عزيزي الطالب أن تقف على حقيقة هامة وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل الدعية الأول والنبراس الذي لابد أن يسير الباحث وأن يسير القارئ وأن يسير الطالب وأن يسير الأستاذ كل طبقات المجتمع وكل فئاته لابد أن تترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه هو أول داعية لهذا الدين الإسلام ومن هنا كانت مسيرته صلى الله عليه وسلم هي أوسع مصدر عملي للدعاء كما كان القرآن والسنة أوسع المصادر النظرية لهم ولعلنا من خلال هذه الكلمة نقول مصدر عملي ومصدر نظري نقب بك على الفرق بين السيرة والإيه والسنة السيرة هي المصدر العملي بينما السنة هي المصدر النظري يعني أقوال النبي أما الحياة والتعايش وعلاقات النبي مع أصحابه وعلاقات النبي مع جيرانه وتعليمات النبي لأصحابه تطبيقا عمليا لها تمثل مصدرا عمليا للدعوة ومن هنا نالت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أهميتها البالغة للدعاة في كل زمان ومكان ويكفي في الاستدلال على أهمية السيرة النبوية للدعاء قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من أراد أن يترسم خطى النبي من داعية أو من متبع لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم فليتخذ من النبي أسوة حسنة وهكذا كانت أهمية السيرة النبوية العطرة أما عن خصائص السيرة فهي كثيرة متعددة إن خصائص السيرة النبوية كثيرة منها الشمول إذ إن السيرة النبوية شاملة لكل حياة النبي القولية والعملية والفعلية وشاملة لكل متطلبات الدنيا والآخرة وشاملة لحياة أصحابه ولأمته من بعده صلى الله عليه وسلم أيضا من خصائص السيرة النبوية أنها تحفظ ما جاء في القرآن حفظها الله عز وجل لأنها مصدر من مصادر القرآن فالقرآن محفوظ بحفظ السيرة النبوية التي اجتملت على تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه القرآن هو الكتاب الله ومثله معه أي السنة النبوية العطرة كذلك من خصائصها العملية إذ إن السيرة النبوية هي تطبيق عملي لكل ما جاء في السنة النبوية كما قلنا منذ قليل